نعم الإسلام دين العلم يحط على العلم ويرفع من مستوى ومن درجات أهل العلم وأيضا الإسلام دين العمل احنا أصلا لاش نتعلمه هذا العلم؟ واش نتعلمه فقط لتوسيع المدارك العقلية أو المعارف العلمية؟ لا نحن نتعلم العلم للعمل هذا أمر جد مهم العبادة ذكرت في دين الله عز وجل ميسين وخمسة وسبعين مرة وذكر العمل 359 مرة يعني من المفارقات الجميلة أنه قيل أن العمل ذكر 359 مرة بعدد أيام السنة يعني كل نهار الله عز وجل يعني يعطيك من جديد الحياة فيه احنا كنقول لما كنفقه من نعاس الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور فكل نهار خاص يكون عندك عمل صالح يقربك إلى الله عز وجل العمل ذكرت 359 مرة هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإسلام دين العمل يجب أن نعمله بما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وردوا البال مزيلا لهذه الحديث هذا الحديث جد مهم وجد خطير يقول النبي عليه الصلاة والسلام كم صحيحين من حديث آنص رضي الله تعالى عنه يتبع الميتة ثلاثة بمعنى لإنسان لما يموت وكيتمو غادي نهزل الجنازة دياله إلى القبر كيتبعوه ثلاثة ديال الأمور شكو ناما أهله العائلة دياله وماله سيارة دياله التروة دياله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع الأهل ليتقاسموا المال ليتقاسموا التركة ما الذي يبقى معك في القبر عملك بنتك تدفن يعني في أولى اللحظة في القبر يأتيك رجل أنت تحطيتي في القبر وتسألتي الأسئلة الثلاث من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعت فيكم كي يجيك رجل إما حسن الوجه طيب الريحدة وعملك الصالح أو رجل والعياذ بلاه قبيح الوجه منتن يعني كريه الرائحة هذا وعملك القبيح إذن هذا أمر جد مهم الذي ينفعنا بإذن الله عز وجل الذي يكون سببا في نيلنا لرحمة الله عز وجل في دخولنا للجنة العمل نعمل ونسأل الله عز وجل لأنه حتى العمل هذا من توفيق الله عز وجل ماذا كان يقول معاد بن جبل رضي الله تعالى أعلم الأمة بالحلال والحرام كان يقول إعلموا ما شئتم آه سيدي حفظ الموتون وحفظ كذا وحفظ كذا إعلموا ما شئتم فإنه لن يثاب أحد على علمه حتى يعمل به إعلموا ما شئتم حفظ سيدي كيف مغنى إعلموا ما شئتم حفظ كذا وحفظ كذا مزيانة سيدي لكن لماذا تحفظ لابد أن يكون عندك القصد تحفظ لتعمل بذلك العلم إعلموا ما شئتم فإنه لن يثاب أحد على علمه حتى يعمل به فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل بما علمنا إنه لي ذلك القدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد